على جانبي الطريق توزعوا في انتظار كل ما يوحي بحضور الدولة وبقدوم أجهزتها فلقد مر وقت طويل عرف أهالي عدن أنه لا يمكن الاستمرار بحياة طبيعية ما لم يكن القانون وأدواته متقدما على كل ما سوء دفعت هذه المدينة بعدد غير محصور من أبنائها للتضحية بأرواحهم في سبيل طرد ميليشيا الحذي والمخلوع صالح التي ما تزال أثاره حاضرة في كل شارع ومبنى كما أن عددا آخر من أبناء هذه الأحياء ما زالوا عالقين في دول عدة غير قادرين على العودة لأسباب مختلفة أبرزه اشتراطهم تأمين مدينتهم ولأجل هذه العودة تسعى السلطات لخلق الأمان وكسب ثقة السكان في أكثر المناطق التي شهدت أحداثا دامية ففي كريتر ألقي القبض على مجاميع مسلحة متهمة باقتحام المكتبة الوطنية وإحراق السوق المركزي هناك وفي صيرة تفرض القوات الأمنية إجراءات جديدة أبرزها منع حمل السلاح والتجوال به وفق مدير المديرية الذي أكد أنه لا تراجعه عن كل خطوة نحو مستقبل المدينة ولا رهانة في ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر